الآن نبدأ ونحكيه على الدراسة والتعليم أن تتحصل على مثل هكذا معدل والمرتبة الأولى في الجزائر ما هو سر هذا التميز؟ ما هو سر هذا النجاح؟ لأنه الآن نحن استضفناك أنت مثال والعديد من التلاميذ اللهم يتبعوا فيك لكل يصب أن يكون في مكانك في المرتبة التي وصلت لها ما هو سر النجاح؟ محمد الأمين بالنسبة لسر النجاح بعد توفيق الله تعالى هو حب العلم الطالب لابد أن يحب العلم لأن الحب يعطيه الدافع من تلقاء نفسه وليدرس من تلقاء نفسه وخاصة خلال سنة البوكالوريا هذه سنة خاصة من بداية السنة الطالب يحرص على أن يكون مواكب لسير الدروس يحرص على أنه دائما يكون يجتهد في المصار التاعه يحفظ دروسه ومهيش حاجة صعبة يعني هو مجرد امتحان مهيش الحاجة يعني صعبة جدا فقط تنظيم الوقت العام النفسي أيضا يلعب دور في نهاية السنة وإن شاء الله ينجحوا كامل الطالب المقبل كانت عندك ورقة طريق ربما مشيت عليها طوال السنة عندما نتحدث عن التنظيم ربما الكل يتفق أنه يجب يكون فيه تنظيم للوقت ودراسة كل المواد لكن كيف يعني لو شرحنا بالتفصيل أحيانا ربما تلميذ تكون عنده ورقة طريق لكن ما حاش يمشي عليها طوال السنة هذا هو السر ربما بالنسبة لكيف الحديث فيه يا طول كل مادة لها خصوصيتها يوجد نصائح عامة نصائح تخص كل مادة حسب الفترة الزمنية أيضا بصفة عامة أنا أنشأت حساب في الانستجرام حسابتها الرسمي من قداش محمد الآمين باللغة الفرنسية راح أننا نحط فيه إن شاء الله جميع النصائح لن أبخل بأي معلومة على الطالبة وبصفة عامة يعني كل إنسان وطريقة تعوي كل طالب ويجد طريقة تعوي المهم تنظيم الوقت وعدم تضيعيه مثلا أنا كنت انقصم حسب الصلاوات من الصبح للظهر هذه فترة عثم من الظهر للعصر من العصر للمغرب ومن مغرب العيشة ممتاز